السلام عليكم هذه قصة نجاة ونجاح في المملكة العربية السعودية نشرت عنها واحدة من كبريات الصحف العالمية تقريرا مطولا هي قصة نجاة واحد من رموز الجمال التي كانت تنبض بالحياة في صحاري المملكة حيث سجل انقراضه النهائي عام 1972 وقصة نجاح في اعادة توطين المهى العربي في برنامج طموح بدأ قبل اكثر من 30 سنة حيث جمع عدد محدود جلب من حدائق حيوانات عالمية كانت قد احتفظت بافراد منه معينات مما كان موجودا في مزارع بدول مجابرة كان التحدي من دمج هذه النواة المحدودة جدا ان الهدف البعيد ان لا يكون الوغيحي مأسورا في حديقة او مزرعة بل سيعاد ليعيش في طبيعته الفطرية بالمملكة دون تدخل بشري اللهم حمايته كل عقبات التأقلم وعدوى الامراض التي هددت بفشل البرنامج كانت تجابة في مركزين للابحاث في الطائف والرياض تحت اشراف كفاءات متخصصة وبالتدريج كان مسرح النجاح محاذة الصيد شمال شرق الطايف ثم عروق بن معارض في الربع الخالي تدرج البرنامج في هاتين المحميتين في اطلاق مجموعات من المهى بعد التأكد من قدرتها على العيش مجددا متأقلمة مع بيئتها الصحراوية وسنة بعد اخرى صارت تتناسل في بيئتها الفطرية حتى تكونت في المحميتين الواسعتين قطعان تنظر اليها الان المنظمات المعنية بالحياة الفطرية في الدول التي ينتشر فيها المهى العربي تنظر اليها بعين الاعجاب والتميز بل والتفرد كون الوضيحي في المملكة يعيش في طبيعتها الفطرية دون تدخل بشري ترجمة نانسي قنقر